ووصلنا نادي التوفيق اللي هنصور فيه النهاردة كابتن شروت بتركيبه الكرسي تعبنا معيه على طول في كل حاجة يلا يا بطل شكرا كابتن شروت يلا عافية باشت يلا وكلعة ازايكم النهاردة يوم جديد ومختلف ليه بقى عشان احنا هنصور النهاردة تقرير صحفي مع قناة DMC طبعا لازم نشكر بتوعنا قبل عشان بيساعدوني على طول لحد يدخولي حمام السباحة شكرا جدا وبعدين قبلت حباب قلبي كابتن خالد وكابتن شروت وقالولي يلا بينا عشان هنمشي على طول وطلب على فين قالولي يلا عشان هتعمل التقرير الاول وبعدين نبتدي نشوف هنعمل ايه في التمرين تجد راكبولي المايكات عشان الانترفيو مع الموزيع استاذة أميمة من الموزيعات الشطرين جدا هي كانت حصل لها من قريب كده حدثة انها فقدت ندل نطق وهي على الهوى بس الحمد لله ربنا شفاها وعفاها وان شاء الله ما يعدش عليك اي حاجة وحشة تاني وقالولي يلا بينا عشان تروح تغير في الحمام تلبس البورنوس وكابتن خالد كان عمال يديني التوجيات هنأمل النهاردة زي ما انتم شايفين كده وكان بيقولي ايه التمرين اللي انا هنزل اتمرنها معاه هو وكابتن شروت وكابتن شروت خدتني كان عادة عند اللوكر بتاع تغيير اللبس وبتاتت ان انا ادخل اللوكر اغير بقى البورنوس وقلبس المايوه وقلبس هدوم السباح والبنية والنظارة وكل حاجاتي كله 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 وبس عشان ارجع على حمام السباحة وابتدى المصور يقولي بقى ارفع السستة ونزر السستة وكده وكذا انسرت عشان يطلع زي ما هو عايز وكان حد بروفشنا ومحترف جدا او كان بيوجهني توجيات صح ويقولي بسلا نهات البني وهد النظارة وحطهم بتارها معينة عشان اصورهم وانا برضه كنت بتاعهم معا وكنت بعملوا اللي هو عايزه عشان يطلع التقرير حلو في التصوير وفي الانسرتات وسخن عشان ازل التمرين بقى وكابتن خليد شربي كان بيوجهني ازاي اتمران كان عادة طبعا رجل عالمي بروفشنا جدا في التمرين وفي كل حاجة فكان بيوجهني وكان بيساعدني كمان في التمرين وفي الستريتش وانا اصلا وصك فيه جدا جدا انه هو بيعمل ما يقول لحاجة صح هو طورني جدا في السباحة ان شاء الله عليك كابتن خليد عالمي وبتمس ان انا امسك الاستيكوت مرة نستريتشات فوق تحته وخلص بقى التمرين كله خلصت التسخين وحطولي بقى القامرة الجبرو فروسي عشان هم طلبوا مني ان انا انزل القامرة جوه المياه ابتدى يعطي لقالي صح جوه دماغي عشان ما تقعشي وقلت له يا جماعة ممكن القامرة تقع للا ما تخافش احنا ربطناها كويس وقلت لهم خلاص ماشي بما نشوف وخلصنا الربط وكل تمام وقال لي يلا بنا بقى نتحرك قلت له يلا بينا قلت له استهل لما صور شوية مع القامرة اتحركنا بقى بالكرس المتحرك على السلم بتحمام السباحة وابتدت ان انا اقلع البورنوس بس قبل ما اقلع البورنوس احيز اشكور احلى بنك في حياتي بنك سيب وقال لهم شكرا جدا جدا لدعمكم لي وبعد ما علقنا الكاميرا وقزبطنا الدنيا كلها قلت لهم خلي بالكم ان انسيت حاجة مهمة جدا قلت لهم ان انسيت لبس البوني والنظارة قلولي يا عموة لا يهمك خلاص يلا ايهнять الكاميرا والبس البوني ونظارة ابتدت انيlebس البوني الجامل الي كابتان شروت جابتولي وبعدين ابتدت انيلبس النظارة وقلت يلا انا جاهز اقول لهم مش جاهز ادركب بقى الكاميرا اقولت لهم يلا ادركب الكاميرا ادركبنا الكاميرا وكلو تمام والرجل نتعب معااها على فكرة في تركيب الكاميرا وذبطها ركبت الكاميرا والجو كان حرق جدا اقولت بقى احنا الان موعد النزول لحمام السباحة شهيرة اللي هي اروح منازل رجلها جو المية وروح ايم هبع جو المية وحصل اللي انا كنت خايف منه القامرة الجبرو وقعت جو المية بس اول ما كابتن خالد شافها رح نازل جابها على طول ورجعها لنا وركبناها تاني على طول الرجل ده تعب معي وابتدت ان انا اقوم بقى فوق وتحت المية وقال لي اشتغل عم دب القرمة عشان يدك تبايد للقامرة الجبرو قلت له خلاص ماشي وعم تقليت عم بريست قلت له ماشي وعم كورول قلت له ماشي اي حاجة انت عايزنا عمى عمى عناية ليكوا يا جماعة والله هي بس نطلع الفيديو جابت ان شاء الله وخلص تصوير فريستار اللي هو من فوق المية وجيت دور علينا نصور بالجبرو من تحت المية وخدت الكاميرا هدلول يعيش بقى عم بقى اي عمى المهم انك تتصور من تحت المية وخلصنا تصوير خالص ومهم اول حركة دي يا جماعة واحنا بنخرج عشان بحصلناش الصباط واحد بس ممكن يزاعدك تدله ايدك الشمال في اليمين واليمين في الشمال وتطلع وتروح تطلع نفسك عاكس نفسك ويبتدي شخصين يساعدوك اللي ساعدني كابتن خالد وكابتن احمد انهم ما يطلقون على الكرسي واحد يشلك من كاف في ايدك والتاني من كوعك ونفس الكلام الشخص التاني نفس الكلام يعني في اليد التانية وبس خلاص وتقدر انك انت تروح الحمام لوحدك بكل سهولة وتغير وتروح شكرا بنك سايب شكرا دي ام سي شكرا استرك ايجيبت شكرا كابتن خالد وكابتن شيروت شكرا كل الناس اللي ساعدتني بي باي